أكلة العصيدة هذه أكلة شعبية تستعمل في المولد النبوي الشريف وأثناء المزيود وفي بعض الأيام خاصة في فصل الشتاء لأنها يستعمل فيها مادة الزيت وهذه المادة وهذه الأكلة سنة حميدة وليست بدعة تورتناها واشتهرت بها منطقة جاب النفوسة وبالتحديد منطقة جادو تحافظ عليها وتدافع عنها بقوة لأن هذه الأكلة تحارب من بعض الجهات كما شرط ويدعي البعض بأنها بدعة ولكنها سنة حميدة وعادة متوارتة تتكون من دقيق الشعير ومعها مكونات مادة الزيت التي هي من شجرة الزيتون التي اشتهرت بها منطقة الجبل وأحيانا تستعمل بالعسل وأحيانا بمادة الرب من المنتجات النخيل والحلبة تضاف لها مادة الحلبة والتي هي من البقليات التي تزرع وتصنع في المنطقة وهذه المادة وهذه الأكلة حقيقة تورتناها منذ مئات سنين من الآباء والأجداد وأجداد الأجداد ولازلنا نحافظ ولذلك لا بد على الأجيال القادمة نحافظ على هذه الأكلة والتي يصنع من الأشياء البسيطة والأشياء الرخيصة والأشياء التي تنتج في هذه المناطق وغاصة منطقة جبل نفوسة وبالتحديد المناطق الأخرى نحن في جادو نهتم بها اهتمام بالر ونستعد لهذا المولد النبي الشريف ونحتفل بهذه المناسبة الطيبة المباركة أعاذها الله علينا وعلى كل الإخوة وعلى المسلمين بالخير واليمن والبركة ترجمة نانسي قنقر